الانبياد على مستوى زي السيدات على مستوى البطولة القرية بطولة أوروبا من أيام كانت النرويج بتلعب مباراة أفتكر مع البرتغال أو بالغارية على حسب يعني كانت مباراة تحديد المركز الثالث النرويج وإسبانيا إسبانيا كثبت وقتها في تحديد المركز الثالث في كرة اليد الشاطئية وكانت المباراة ارتدت سيدات منتخب النرويج شرط مش الميوء الكامل ارتدوا يعني شرط قصير فساعتها حصلت مشاكل والناس اعترضت ولأ ده مش ده الزي الرياضي ومش ده الزي اللي هو المخصص في اللائحة يعني ليه البطول هم كانوا لابسين ده ليه لابسين ده علشان من ساعة قصة التحرش اللي حصلت ليه رياضيات في السنوات اللي فاتت وأصبرت عن حتى أن طبيب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اتحول للتحقيق بل وسجن فهم قالوا أنه لأ مش هنلبس الزي اللي بيعتبر السيدات سلعة احنا نلبس الزي اللي احنا عايزينه لكن الموضوع ما توقفش عند كده عند النرويج لأن ألمانيا النهاردة راحت مقررة قرار مختلف تماما احنا مش بس هنطول الزي احنا هنخلي الزي بتاعنا يغطي من رقبتنا لكاح القدم ونلعب به ده على مستوى الجنباز الألماني وبالفعل حصل وشفنا ازاي بتاعهم النهاردة وحطين كمان في بعض اللقالق اللي منورة المشهد بشكل مختلف تماما عن ما كان معتاد في رياضة الجنباز فشفنا ازاي ده في ألمانيا وبرضو حصلت نقاشات طب استنوا الدورة اللي جاية طب هيحصل غرامات مفيش مشكلة هندفع الغرامات على كل لعبة بتشارك هنا بتكلم عن نرويج وعلى ألمانيا بشكل انتو شايفينه مخالف لكن احنا شايفينه بيوصل رسالة ان البنت او الرياضية يعني ترتدي ما تريده وان هي مش سلعة هي تختار ما تريد الدكتور رانيا علواني السباحة المصرية السابقة وعضو مجلس ادارة النادي الاهلي كتبت على صفحتها على الفيسبوك وهي بتنشر القصة دي تعالوا مع بعض نشوف اللي كتبته قالت ان القصة قدامنا هو زي ألماني لفريق الجنباز الألماني ده ميو في الأولمبياد يعني اكيد واخدة موافقة الاتحاد الدولي للجنباز وبالتالي ليه احنا ما عندناش نفس الحرية في الاختيار فيه لعبات كتير على مستوى عالي وبيبطلوا رياضة بدري بسبب عدم اقتناعهم بالميوت التقليدي الحرية في الاختيار المطلوبة وفي كل الاتحادات المصرية مش بس في الجنباز زي ما رياضات كتيرة سمعت انها أوسعت انها تغير لوائح الدولية للمشاركة بزي لائق احنا نقدر اكيد نغير لوائحنا الداخلية ده رأيي عشان ما نخسرش المواهب كتير ورياضيين في مختلف اللعبات بسبب محدودية التفكير في بعض العوائق يتكلم يعني على انه محدودية التفكير بمعنى انه في ناس بتقولك لا هتلبس كده يعني هتلبس كده فده بيعمل عوائق فبتقول في الاخر ان من حق كل لعبة او لاعب يوصلوا لأحسن اداء عندهم ويكملوا مشوارهم